السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستكمل كلامنا في جزء النقود في المحاضرة الثالثة لنا في جزء جديد بس مهم جدا عن العلاقة بين النقود والأسعار طبعا مبدئيا كده قبل ما نبدأ في تفاصيل لازم نعرف ان العلاقة بين النقود او القيمة الحقيقية للنقود اللي هي كمية السلع اللي ممكن نشتريها بالوحدة النقدية دي والأسعار دائما هي علاقة عكسية يعني ايه علاقة عكسية يعني كل ما الأسعار زادت كل ما انخفضت القيمة الحقيقية للنقود او قوتها الشرائية وده شيء طبيعي احنا عارفينه تمام يبا دائما هناك علاقة عكسية بين قيمة النقود وبين مستوى الأسعار أسعار تزيد قيمة نقود تقل او العكس صحيح وبناء على هذه العلاقة عايزين حضرتك نتعرف على أثر تغير القيمة الحقيقية للنقود على كذا متغير عندي في الاقتصاد القوي ولما اقول لك تغير القيمة الحقيقية بقصد بيه على طول تغير الأسعار يعني ايه اللي يخلي قيمة الحقيقية للنقود تتغير إن الأسعار هي الأخرى بتتغير طب تعال نشوف الكلام ده تعال نشوف أثر تغير قيمة النقود على ايه بقى ايه المتغيرات اللي احنا هركز عليها عايزين نشوف هذا الأثر على مستوى الانتاج عايزين نشوف هذا الأثر على توزيع السروة تعال نبدأ أول حاجة ايه أثر تغير قيمة النقود على مستوى الانتاج بنجد الآتي طبعا هقولك وبقولك تاني كلمة تغير قيمة النقود على طول بنعني بيها تغير الأسعار طب تعال نشوف كده تغير الأسعار دي يعني كلمة تغير الأسعار يعني ممكن الأسعار تزيد أو تقل طب تعال نبدأ بالحالة الأولى حالة ارتفاع الأسعار يعني ايه ارتفاع الأسعار يعني قيمة النقود بيحصل لها ايه العكس يعني قيمة النقود بتنخافط خد بالك من العلاقة دي لما قولك ارتفاع أسعار هي هي إن أنا أقولك إن حصل انخفاض في قيمة النقود ايه اللي هيحصل لمستوى الانتاج في حالة إن الأسعار ترتفع اول حاجة لما الاسعار تزيد خد بالك معي احنا هنا هنفترض كذا فرض فرض الاولاني هنفترض ان التكاليف سبتة فمحدش يقول لي اصل المنتج زود الاسعار عشان التكلفة زادت لا احنا هنا بنفترض من البداية ان التكلفة سبتة النقطة التانية بفترض ان المجتمع اللي انا بتكلم عليه واللي هنشتغل فيه دلوقتي ده مجتمع بيطبق النظام الرقسمالي يعني ايه يعني الاسعار بتتحدد وفقا للعرض والطلب تمام فتعال نسأل نفسنا سؤال هو ليه المنتج هنا رفع اسعار المنتجات بتاعته ما الهجر حاله واحد اسعار المنتجات او السلعة في السوق ارتفعت لان الطلب عليها كان كبير جدا و اكبر من العرض او اكبر من المعروض منها وده معناه ان المنتج في الحالة دي بيحقق ارباح اكتر مما كان متوقعا هو كان متوقع ارباح عادية لما نازل بالسلعة السوق لقى طلب عليها زيادة كبير جدا ده معناه انه حقق ارباح اكتر من اللي كان بيتوقح وده معناه ان هنا مستوى الانتاج لما يحب ينتج تاني هينتج ايه حجم اكبر يبقى يحصل زيادة في حجم الانتاج او زيادة في مستوى الانتاج الاسعار ده بيحدث في الاجل القصير طب تعالوا نكمل بقى لو افترضنا ان الاسعار دي فضلت ترتفع وحصل لها استمرار وفضلنا نرفع في السعر نرفع في السعر في الاجل الطويل ده معناه ايه وانا برفع السعر ليه معلش انا برفع السعر لان حجم الطلب بيزيد او حجم الطلب سابت ناس عملت زود التجار عملية زودوا الاسعار وناس بتشتري طب ما زودش ليه وزودوا الناس بتشتري طب ما زودش ليه طول ما الناس بتشتري طول ما فيه طلب طول ما الاسعار هترتفع طب تعالوا نفترض ان الوضع ده استمرر في الاجل الطويل ده معناه ايه معناه المزيد من الارباح مش للمنتج بتاعي بس لا ده لكل المنتجين تمام المزيد من الاستثمارات المزيد من التوظف عمالة هي عمالة زيد يعني دخول الأفراد في المجتمع كله زادت يعني حجم الطلب الكلي في المجتمع كله في الاقتصاد كله بتزيد وده يعني في النهاية لو استمر الوضع ده أربح كتير ستسمرات كتير توظف كتير كله عمال بيحقق ربح كله بيزود استسمرات كل التوظف عمال يزيد ومعادلات البطالة بتقل بص إيه اللي هيحصل في الأجل الطويل هيحدث انت عاش اقتصادي ده إمتى؟ ده في حالة استمرارية ارتفاع الأسعار في الأجل الطويل طب دي حالة ارتفاع الأسعار طب تعال لنا ناحية تانية تعال لنا افترض بقى ان الأسعار مش بتزيد ده الأسعار بحصلها إيه؟ بتقل ونسأل نفسنا نفس السؤال هي ليه فيه انخفاض في السعر؟ ليه المنتج بيقلل أسعاره عشان حجم الطلب؟ وليه عشان مش لايه حد يشتري ومعنى كلمة انخفاض السعر معناها إيه؟ معناها قيمة النقود بتزيد لأن احنا قلنا في علاقة عكسية طب إيه اللي هيحصل؟ ده معناه القاتي معناه ان المنتج بيحقق أرباح بس أقل مما كان يتوقع ده معناه ان حجم الإنتاج أو مستوى الإنتاج هيقل وانا قل يخلينا أنتج بقى إذا كما فيش حد بيشتري طب لو الوضع ده استمر في الأجل الطويل إيه اللي هيحصل؟ الأرباح هتقل أكتر وأكتر والاستثمارات هتقل أكتر وأكتر والاستثمارات اللي عملة هتقل والفروع بتاعت اللي أنا عملة أقفلها دي الناس اللي كانوا بيشتغلوا فيها هسرحهم يعني معدلات البطالة هتزيد وحجم الطلب في السوق كله هتقل واستثمارات السوق كله هتقل وأرباح الناس كلها هتقل وتيبدأ بعض المنتجين كمان يحققوا خسائر ويبدأ الوضع كمان يتجه للمزيد من معدلات البطالة وما فيش فرص عمل موجودة واستمر الوضع ده في الأجل الطويل حتى يسود حالة من الكساد الاقتصادي يبدأ الأثر تغير قيمة النقود في الحالتين لو قمت النقود انخفضت أو قمت النقود زادت كل اللي أنا عايزة منك تعرف العلاقة دي مهمة جدا أنت قمت النقود تقال لما الأسعار تزيد يبقى في الحالة دي في الأجل الطويل لو استمر الوضع ده هيحدث انت عاشر اقتصادي إنت قمت النقود تزيد لو الأسعار انخفضت يبقى في الحالة دي لو الوضع ده استمر يبقى هيحصل كساد اقتصادي طب تعالي نشوفي الحالة التانية ليه حالة إيه أثر تغير قيمة النقود على السروة بنفس الطريقة طالما بتكلم عن تغير قيمة النقود وما حددتش كنت النقود تزيد ولا تقال يبقى هنعمل إيه الحالتين الحالة الأولى حالة ارتفاع الأسعار اللي هي قيمة النقود مالها بتانخفض إيه اللي هيحصل مين هنا اللي هيستفيد المدين هو المستفيد هو الايحاء مكاسب ليه لأنه قد قام برد الدين اللي عليه بعد أن انخفضت قيمته فهو اللي كسب أخذ الفلوس لما كانت قيمتها كبير اشترى بيها كل الأصول والسروة اللي هو عايزها وردها لما قيمتها إيه انخفضت وخد بالك أنا بكلمك عن السروة بقصد بالسروة هنا الأصول مش السروة النقضية بقصد بالسروة عندك كم فيلا عندك كم شقة عندك كم أرض عندك قد إيه دهب الأصول اللي عندك مش الفلوس ده في حالة ارتفاع الأسعار يبقى في حالة انخفاض قيمة النقود مين المستفيد المدين طب وفي حالة انخفاض الأسعار الحالة العكسية اللي هي ارتفاع قيمة النقود مين هنا اللي هيستفيد الدائن الراجل اللي سلف الراجل اللي ادي فلوس الدائن هو المستفيد ليه لأنه استرد أمواله بس بعد ما ارتفعت قيمتها اديتك الفلوس لما كانت قيمتها وليلة وانخفضت الأسعار فسدد ردتلي الفلوس وأنا استرددتها منك بس بعد قيمتها ما زادت يبقى مين هنا اللي استفاد الدائن ونختم بقى نحن نشوف أثر تغير قيمة النقود على توزيع الدخل القومي وهنمسك الحالة الأولى حالة ارتفاع الأسعار كلمة توزيع الدخل القومي بقصد بها ايه بقصد بها مجموع دخول الفئات المكونة للمجتمع مين الفئات المكونة للمجتمع؟ عندي كذا فئة عندي فئة أصحاب العقارات القديمة عندي الموظفين وأصحاب المعشات عندي رجال الأعمال طب تعال نشوف الأسعار عندي هنا مالها بترتفع طب تعال نمسك كل فئة منهم الدخل النقدي بتاعها الفلوس اللي بتاخدها في إدها قد ايه؟ لو مسكت أصحاب العقارات القديمة اللي عنده عقار قديم بيأجروا إيجار قديم بص هنا الدخل النقدي بتاعه سابت زي ما هو بيتغيرش تخيل دخل سابت على مدار السنين وسنين والأسعار عمالة تزيد بقى الدخل الحقيقي اللي هي كمية السلعة اللي قدر شتريها بالدخل ده أو قوة شرائية للدخل النقدي هيحصل لها ايه؟ هتنخفض بس وبشدة طب الموظفين وأصحاب المعاشات لا قدر بيجي لهم علاوة سنوية بس خلي بالك العلاوة اللي بياخدوها أقل من ارتفاع الأسعار عشان كده بقول ان الدخل النقدي بتاعهم بيزيد بس بأقل من ارتفاع الأسعار يبقى في الحالة دي لو الأسعار بتزيد 50% هم بياخدوا مثلا 5% 10% أقل برضو هنا الدخل الحقيقي بتاعهم هينخفض بس حالهم أفضل من الحالة الأولى عشان كده الحالة الأولى ينخفض بشدة لكن الموظفين داخلهم بينخفض فقط حالهم أفضل نيجي بقى للفئة التالتة وهي رجال الأعمال وهي الفئة المستفيدة في الحالة دي ليه لأن هم اللي بيرفعوا أسعار السلع بتاعتهم احنا لازلنا بنفترض ايه بنفترض ان احنا في مجتمع رقص مالي يعني طلب هنا بيزيد عن العرض وعشان كده انا عمل ارفع في السعر بتاعي ده معناه ان الدخل النقدي بتاعهم بيزيد طب تعالوا نشوف الدخل الحقيقي هنا بقى وأنا باتكلم عن الدخل الحقيقي لازم أفرق بين حكتين بين الأجل القصير والأجل الطويل الأجل القصير التكاليف لسه سبتة سبات التكاليف في الأجل القصير ليه تجار المادة الخام اللي بيشتريوها منهم لسه ما أخدوش بالهم من الأسعار بتزيد لسه ما أخدوش رد الفاعل انهم يرفعوا أسعار المادة الخام بتاعتهم العمال حتى اللي بيشتغلوا لسه ما طلبوش بزيادة اجورهم عشان غلاء المعيشة اللي حاصل واتفاع الاسعار فلسه التكاليف سبتة تخيل تكاليف سبتة وارادات عملة تزيد جاية لهم من بيع السلعة بتاعتهم هيحصل ايه هيحصل ارتفاع شديد في الدخل الحقيقي لكن في الاجل الطويل الوضع بيختلف لان الناس كلها هتبدأ ترفع تكاليفها هتبدأ ترفع تجار المواد الخام هيبدأوا يزودوا اسعار المادة الخام اللي هما بيبعوها فقادي المواد الخام هتزيد اسعارها العمال اللي عندي هيطلبون يضغطوا علي علشان يرفعوا لهم الاجر بتاعهم يبقى اجل اجور هتزيد القرد اللي انا كنت واخده انتهى وخدت قرد جديد بفايدة اعلى الاجارة اللي كنت بدفعه زاد يبقى التكاليف بتاعتي حصل لها ايه في الاجر الطويل هتزيد والارادات هنا هيحصل لها ايه الارادات هي الاخرى الارادات بتاعتي هتزيد فيحصل سبات في الدخل الحقيقي في ناس تقول لي ازاي سبات في الدخل الحقيقي الدخل الحقيقي ينخافض لاخد بالك رجل الاعمال هو اللي في ايده يحرك السعر فلو حس ان الدخل الحقيقي بتاعه بدأ يقل مستوى المعيشة بتاعته بدأ اتقل لا على طول من ناحية تانية هيرفع مستوى الاسعار بمرة تانية طب الحالة دي حالة ارتفاع الاسعار لما يجي اجمل الجدول ده كله في كلمتين هقول ايه اقول ايه اثر ارتفاع الاسعار على توزيع الدخل القومي اه هم جملتين هقول الاتي انه في حالة ارتفاع الاسعار يعد توزيع الدخل القومي لصالح مين مين الفئة الوهيدة اللي استفادت رجال الاعمال وعلى حساب مين؟ على حساب الفئتين أو الثلاث فئات اللي موجودة عندي دول اهو ده أثر ارتفاع الأسعار على توزيع الدخل القومي اهو عند حضرتك انه يعد توزيع الدخل القومي لصالح رجال الأعمال فقط لغير خاصة في الأجل القصير لأنهم استفادوا استفادة كبيرة جدا وعلى حساب باقي فئات المجتمع طب تعالوا نشوف هل الوضع يختلف في حالة انخفاض الأسعار؟ تعالوا نبصوا كده ايه أثر تغير قيمة النقود على توزيع الدخل القومي حالة انخفاض الأسعار برضو الأسعار هنا تبقى بقى ايه؟ منخافضة ونفس الفئات بتاعتي بس تعالوا كده نشوف أصحاب العقارات القديمة بيحصلوا على دخل نقدي مالو سابت مع انخفاض الأسعار قادرين يشتروا كمية أكبر من السلع يبقى دخلهم الحقيقي بيزيد طب الموظفين وأصحاب المعاشات دخلهم خلي بالك سابت ليه سابت؟ أصلا الأسعار بتقل فمش محتاجين علاوة يبقى دخلهم زي ما هو يبقى الدخل النقدي سابت مع انخفاض الأسعار الدخل الحقيقي بيزيد يقدروا يجيبوا كمية أكبر من السلع مين هنا اللي حالهم الضهور خالص؟ رجال الأعمال ليه؟ لأن انخفاض الأسعار بيعني انهم مش راقين حد يشتري السلع بتاعتهم فده معنى إيه؟ معنى أنه في الأجل القصير التكاليف الإنتاج سابتة والإرادات اللي بيجي لهم بتقل فالدخل الحقيقي بيقل طب وفي الأجل الطويل لا في الأجل الطويل حالهم أسوأ من كده بكتير ليه؟ لأن التكاليفها سابتة زي ما هي أخد بالك التكاليف الإنتاج بتزيد مع زيادة الأسعار ولا تنخفض مع انخفاضها يعني الأسعار بتقل التكاليف زي ما هي يبقى سابتة التكاليف هيحصل انخفاض شديد في الإرادات لإيه؟ لأن الإرادة العمال يجي لي بيقل لي بيقل لي بيقل لي بيقل لي والتكاليف إيه؟ سابتة وتبدأ بعض رجال الأعمال يحققوا خسائر فيحصل انخفاض شديد في الدخل الحقيقي ويبدأوا رجال الأعمال يقللوا استثماراتهم ولما يقللوا استثماراتهم يعملوا إيه؟ يقللوا العمالة اللي موجودة خد بالك معايا هو احنا من هنا من عند انخفاض في الدخل الحقيقي بص هيعمل ايه رجل الاعمال هيبدأ يسرح الناس اللي كانوا بيشتغلوا في بعض الاستثمارات بتاعته يسرح الناس اللي بيشتغلوا يعني ايه يعني اطلع معايا كده فوق هتجد القاتي هتجد مين هنا الفئة اللي اتأثرت سلبيا الموظفين العمال اللي كانوا بيشتغلوا عنده في المصانع بتاعته اللي افلها فلما افلها العمال دول راحوا رواحوا بيوتهم الموظفين دول راحوا قاعدوا في بيوتهم خلاص ما لهمش شوه. وبالتالي الدخل السابت اللي كانوا بيحصلوا عليه هيحصلوا ايه? هيروح. ده امتى? ده الكلام ده بيحصل امتى? في الاجل ايه? في الاجل الطويل. خد بالك من النقطة دي. عشان كده لما اجي اجني من الحالة اللي قدامي دي لما اجي لمها كلها. في جملتين. اقول ايه? هقول الاتي. هقول ان اثر انخفاض الاسعار على توزيع الدخل القومي? كما يلي. انه بيعاد توزيع الدخل القومي لصالح اصحاب الدخول السابتة وكاسبي الاجور والمرتبات اللي هما بقى الموظفين او العمال سميهوا زي ما تسميهم. وارباب المعاشات اللي هما اصحاب الناس اللي بياخدوا معاش وعلى حساب مين? على حساب فئة رجال الاعمال. بس خلي بالك. الاسر لسه منتهاش. ده الكلام ده كله بيتحقق في الاجل القصير. تعال معايا كمان كمل بقى في الاجل الطويل. ولكن اذا استمر هذا الوضع في الاجل الطويل? غير ان رجال الاعمال هحققوا خسار شديدة جدا? لا ده كمان قد تحقق فئة الموظفين اللي كانت مبسوطة هنا في الاجل القصير قد تحقق اثارا سلبية. ده معناه ان احنا بنقول انخفاض الاسعار حلو وجميل بس في الاجل القصير. معنى ان الاسعار تفضل تقل 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 وتستمر في الانخفاض ده مش مطلوب ده مش مرغوب. ده بيسبب ايه? بيسبب حاجات كتير. بيسبب خسار شديدة لرجال الاعمال. ومعنى خسار رجال الاعمال. معناها ان في جزء من العمال والموظفين هيروحوا يعودوا في بيوتهم. عشان كده انخفاض الاسعار حالو. بس الاسعار تنخفض وتقف. مش تفضل تنخفض بشكل مستمر في الاجل الطويل. بكده نكون انتهينا من الجزء الخاص بالنقود او من الموضوعات اللي احنا عايزينها في الجزء الخاص بالنقود. ونبدأ ان شاء الله بدءا من المحاضرة اللي جاية في الجزء الخاص بالمصارف. سلام عليكم. اشتركوا في القناة